طال الانتظار انها الاخبار تحليل اعلان حلقة العزيمة من الدعسوقة ميراكلوس وقد تم الاعلان عن هذا ايضا على قناة الدعسوقة ميراكلوس الرسمية جميع الابطال ضد الدعسوقة والقط الاسود ما الذي سوف يحدث دعونا نحلله الان لكن قبل ان نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام واذا كنت تريد معرفة المزيد تابع الفيديو للاخر لانني صديقك وانت تشاهد يبدأ كل شيء في متحف غريفن للشامع الخاص بفرونيكا ثم نراها ترافق العمدة اندري الى غرفة بها عدة تماثيل مغطاة ثم قام العمدة بتغضية تمثال فيسبيريا على التحديد ثم خطف من فرونيكا المنشورات الخاصة بالابطال الخارقين وابتعد ورحل يبدو انه فعل هذا بناء على رغبة كلاوي لقد فعل ذلك بالفعل في حلقة فرايتنجيل عندما منع كلارا من تسجيل مقطع الفيديو الخاص بها في باريس كنوع من الانتقام بعد ان لم يتم اختيار كلاوي لتمثيل الضعسوق في الفيديو ثم حاول تحويل ساحة التزلج الى صالة رياضة كبيرة لابنته المدللة والان ذهب ليهدد بفعل شيء ما في المتحف كل هذا بسبب فيسبيريا التي اصبحت من ضن المجموعة يمكننا ان نرى في الكتيبات ان النحلة الملكة لم تظهر مع الابطال الخارقين وليس من الصعب تخيل السبب بالتأكيد تمت ازالتها بسبب ما فعلته كانت فيرونيكا متحمسة للغاية بسبب مطاطق الجذب الجديدة في المعرض وهم حامل الميراكلس لانهم دائما يجذبون الاخبار والمزيد من العملاء ولكن قبل ان يرى الزوار هذه التمثيل قام العمضة اندري بنزع مهمة المدير منها وبالتأكيد تطبيق بعض العقوبات التي سنراها في العرض الاول للحلقة ان شاء الله وتستمر حتى المشهد الذي نرى فيه لوكا وكاجامي يركودان حول المتحف ويعدون فخا لمارينت لاجبارها على البقاء مع ادريان وحدهما وربما يتحدثون محادثة صادقة تعكس شعورهم تجاه بعضهم البعض والالوكا يمثل مع مارينت لكي يجعل ادريان يغار ونرى انهم حبسوا في المكان الذي حاصروا مونارك فيه حينما استعمل القت الاسود القططية على يد مونارك ثم نرى الدعصوق والقط الاسود على وشك ان يصطدم بالنسخ المزيفة من رينا روج وفيسبيريا وكما يمكن تخيلها جميع التمثيل تحت سيطرات فرونيكا وهي متحولة بالاكومة لان لديها نفس قوة مانون في الاساس عندما تحولت لبابيتير 2 الفرق هذه المرة انها ستمتلق قوة ميراكلس الثور مما يجعلها غير قابلة للتدمير والاسوأ من ذلك ان ذلك النسخ يمكنها ان تستخدم قوة الميراكلس كالحاملين الحقيقيين غير منصف للغاية ان يضطر الابطال ان يحاربوا مثل هذه القوى الكبيرة لكن سيتمكنون من هزيمتهم كالعادة ثم نرى فرونيكا وهي ترقد عبر اسطح المدينة والابطال خلفها تجاه مجلس المدينة للانتقام من كلوي بورجوا والضعسوق والقط الاسود يحاولون تتبعهم ثم يتفاجأون بنسخ بيجيلا والنمر الارجوانية امامهما كي يضيعوا وقتهما في القتال واتضح ان فرونيكا تستخدم التماثيل لمجرد تعطيلهما ولكي تبعدهم عن طريقها ثم نرى مونارك يحول قوة الميراكلس مرة اخرى عن طريق الخواتم والاقفاص التي تحمل الكوامي وينتهي الاعلام بفرونيكا وهي تقفز امام مجلس المدينة وجميع الابطال خلفها وكل بطل على جبهته بطاقة من بطاقتها نرى خلفها النسخ بيجاسوس وكين مانكي وميني بانيكس وريوكو وبيجيلا والنمر الارجوانية وكابريكيد وروستر بولد ومولتي ماوس ومينوتو روكس وكارابيس وفايبيريون وميس هاويند وازن ان فيسبيريا ورينا روج يعطلون الضعسوق والقط الاسود ولقد نشرت جلوب مزاء امس اعلانا قصيرا جدا لحلقة العزيمة ساحلله معكم ايضا نرى مارينات مرتبكا وادريان يبحث عن مخرج لكن تأتي فرونيكا وهي متحولة بالاكومة وتكسر الباب ويتفاجأ كل من ادريان ومارينات ثم نرى جميع نسخ الابطال يرقدون الى الخارج ثم نرى الدعسوق وهي مصدومة وفرونيكا وراءها وهي متحولة بالاكومة ثم نرى نسخ بولي ماوس ومينوتو روكس وفايبيرين وكابريكيد وقفون على سطح المدينة العرض الاول لحلقة العزيمة في 28 من اكتوبر في فرنسا عن طريق قناة تيفو الفرنسية وهنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسوا على لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد كان معكم احمد فؤاد والى اللقاء